صبعا ليكو ازايكو عاملين ايه يا رب تكونوا بخير وسعادة هنتكلم المعارضة مع بعض عن هرمون البيتي اتش وهنتكلم عن البرا سيوريد جلاند الغدى الجردراقية حلقة النهارضة حلقة مهمة جدا هنشرح فيها تكوين الغدى الجردراقية وهنتكلم عن البيتي اتش وهنتكلم عن علاقته بالكالسيوم وهنعمل مهم جدا في نهاية الحلقة تركز معي في كل كلمة هنقولها في حلقة النهارضة بس عبل اي حاجة لو انت اول مرة تشوفني ما تنسى اشتعمل لايك للفيديو شيرل للقناة وسبسكرايب عشان يوصل لك كل جديد معكم كابتن انا لازل حدرك اشكولك والما ويلا بينا ندخل في حلقة النهارضة البيتي اتش برا سيوريد هرمون هرمون الغدى الجردراقية ركز معي وهنتكلم عنه بالتفصيل انا عندي غدى اسمها برا سيوريد الغدى الجردراقية موجودة في الرقبة واحدة من الغدد الصمار بتكون موجودة خلف السيوريد جلند خلف الغدد الدراقية وعشان كده سميناها الجردراقية طيب الغدد دي موجودة في شكل سنائي عندي اربع غدد زي ما انت شايف في الصور قدامك بزبط بتتكون البرا سيوريد جلند من نوعين من الخلايا وهما الي تشيف سيل والاوكسيفيل سيل جميل جدا خلايا الي تشيف سيل هتنتجلي البرا سيوريد هرمون البيتي اتش طيب البيتي اتش ده عبارة عن بروتين جميل بيتكون من 84 حمضة امينة بيتميز بان الهاف لايف بتاعته فترة منتصف العمر قصيرة جدا ده بص لدرجة ان بيحصل ايه بيحصل تكسيره لحوالي نص كميته لما بيتم افرازها خلال خمس دقايق يعني لافراز تميت واحدة خمسين منهم هيتكسروا طيب الهرمون ده ليه علاقة وثيقة بالكالسيوم سواء في حالات الهايبركالسيميا او الهايبوكالسيميا ركز معايا عشان اشرح لك علاقة الكالسيوم بالبيتي اتش بص لما بيحصل انخفاض لنسبة الكالسيوم جميل هيحصل استيميوليت تحفيز للباراسيوريت جلاند انها تطلع لي هرمون البيتي اتش البيتي اتش طلع عندي هيروح فين قالك هيروح لاماكن كتير اول مكان عندي وهو البون العظم طب ليه هيروح للعظم قالك نقل ان العظم هو مخزن الكالسيوم ويعمل ريليز للكالسيم من البون ويخرج الكالسيم للدم حلو الكلام جدا تاني مكان هيروح لي هيروح للكيدني طيب راح للكلي هيعمل ايه قالك البيتي اتش هيساعد على زيادة الري ابسوربشن للكالسيم اعادت امتصاص الكالسيم في التيوبر حلو الكلام بعد كده هيروح للانتستن الامعاء وهينشط فيتامين دي هيحولهم من الصورة الان اكتف فرم للصورة الاكتف فرم وده هيساعد على امتصاص الكالسيم من الامعاء ويصبت افراز الكالسيم في البون حلو الكلام النسبة الطبيعية من 15 ل65 تعالى نتكلم عن الكلينيكل سيجنيفكانس او اهمية قياس البيتي اتش بنقيسه في حالات الهايبر برا سيروديزم والهايبو برا سيروديزم طب يلا نمسك الهايبر برا سيروديزم قالك عندي منها نوعين برايماري وساكندري طب يلا نشوف البرايماري قالك هتلاقي فيها البيتي اتش والكالسيم نسبتهم عليين وده بشوفه في حالات كتيرة جدا زي البرا سيرويد اديناما او التيومر ورم في الغدة الجردرقية كمان البرا سيرويد كارسينوما سرطان الغدة الجردرقية والهايبر بليزيا حالات التدخم طب والساكندري قالك بص يا سيدي هنا هتلاقي البيتي اتش نسبته عالية والكالسيم نسبته قليلة وبنشوفها في حالات فيتامين دي ديفيشانسي وكمان الكروني كرينال فيليور تاني حاجة عندي وهو الهايبو برا سيروديزم وهنا هنلاقي نسبة الفوسفيت عالية ونسبة الكالسيم قليلة وبشوفها في حالات كتيرة جدا زي ليني العظام والاوتو اوميون ديزيز ومشاكل في التمثيل الغذائي وازالة الغدة غير المقصودة بعد جراحة الغدة الدرقية دي كانت حلقة المعارضة في هرومون البيتي اتش اتمنى الحلقة تكون مفيدة ولو عجبتك الحلقة ما تنسى اشتعمل لايك للفيديو شير للقناة وسبسكرايب عشان يوصلك كل جديد كان معكم كابتن انا لسي